القصص المأساوية في البلاد لا تنتهي أخرها قصة امرأة مسنة تتعرض لشتى أنواع التعنيف من قبل ولدها وزوجته بعد الاستحواذ على ممتلكاتها وإجبارها للتنازل عن رواتبها الشهرية بواسطة وكالة عامة مطلقة تعنيف مستمر تتعرض له هذه الأم على يد ولدها الذي استحوذ على كل أملاكها بطرق اهتيالية يغلط مرة ضربني بعيني ضربتك ابنك ما هو السبب؟ السبب على الفلوس سيرد الرواتب هل لديك راتب شهيد؟ راتب تقاعدي مال الأبوية راتب شهيد مال شنون؟ مال لبنية؟ مال لبنية استشهدت بنتك؟ يوم يا قشمر يوم ما عندي يوم ما عندي لا تقين والله العظيم أوقف للراتب يسوي نعم 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 معاقبة معاملات بعد أن استحصلت وكالة عامة منها وبموافقة ابنها الذي ألقى بوالدته في الشارع أخذت الرواتب ما كثير كم راتب؟ راتب ما شهداء هذا خط حمر وصديقته وياها تفصمه بالشركة في صفحة هم شبكة؟ اي هم هسا الجنسية لا موت محليت بني حتى الجنسية لا موت موت الآن هم شاء الجواز أخذوها لأسسارة الفروقات وهاي استعملت لأي وكالة وهاي مشي بالجواز وهي عندي مستنسخات حجة فروقات اي سرقو راتب راتبين هيا مرة تقولك بتقعد تزوير معاملات وتسوي مال الشهداء ومال لهاء هكذا هم شخص راتبين تطلب من الجهات المعنية إعادة ممتلكاتها المنهوبة ورواتبها التي فقدتها تحت الضغط والتهديد من بغداد مصطفى لطيف قناة الرشيد الفضائية